السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على القناة نتمنى انكم تكونوا في صحه جيده و يلقاكم يا ربي الفيديو اليوم تمام الصحه و العافية اليوم سنشارك معكم واحد البريوش اللي يجي رائع جدا يمكنكم تحضروا الوليداتكم قبل ما يمشوا لمدرسة ان شاء الله يجي هائل جدا و يجي خفيف بزاف قطني و يجي رائع في المنظر و اهم حاجة انه سهل و اقتصادي ان شاء الله غديعجب الوليداتكم و احتى الكبار لما لا كانت من الفيديو اليومي لاستحسن لكم فتبعوا معي المقادر مع الطريقة لتحضر فاذا كمقادر نحتاج 500 جرام من الدقيق اي ما يعادي لخمسة الكؤوس بقياس كأس العنبه نحتاج ايضا ملعقة كبيرة من خميرة الخبز اللي هي الخميرة الفورية و نحتاج ايضا اربع معالق من السكر سانيدة كيف ماشتوها من الملح لقليل من الملح اللي كتبقى على حسب الدوق وصشية من سكر الفانيليا يمكن لكم تعودها بقشور الليمون او البرتقال بالنسبة الفانيليا فكتوزن 7.5 جرام عندي هنا جوج معالق كبار من زيت النباتية و نضيف ايضا ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة اللي كتكون بدرجة حرارة المطبخ باش هكا تخلينا في الدقيق و ما تعدبناش بزاف نضيف الزبدة فاذا بعد ما ضفت الزبدة في هاد الوصفة هادي فغادي نحتاجوا جوج ديال حبات من البيض فغادي نحتفظ بصفار البيض حتى الاخير و غادي نضيف بيض البيض للمكونات و من بعد غادي نحاول انني نجمع هاد المكونات كاملين بكأس من الحليب الدافئ بالنسبة للحليب ضروري انه يكون دافئ باش هكذا يعاول الخميرة ديالنا انها تفاعل لنا وبالنسبة للقياس ديال الحليب فراني استعملت تكاس بقياس كأس العنبه مع مرش بزاف لانه البيض مع الزبدة والزيد اللي استعملنا فما يحتاجوا للحليب بزاف فسافي كيف ماشته نستمر بجمع العجينة بهذا الشكل و ضروري انه العجينة ديالنا تكون مدلوكة باش هكذا يخرج لنا البريوش قطني و يخرج مفشفش بزاف ما يجيش مدقص غادي نحاول انني نوضع العجينة فوق سطح العمل و نحاول انني ندلكها جيدا بالنسبة للبنات الليكي سوف نضعها على العجينة فحاولوا انكم تضعوا هاد المكونات كاملة في العجينة و بدأوا تعجنوها بالحالي بشاقة لكم لكنكم لا تريدوا العجينة بهذه الطريقة فانا حاولت انني نضع العجينة بيدي بهذه الطريقة حتى البنات اللي مكو يتوفروا عن العجينة يستعملوا الطريقة فهنا بعد مدلكتها جيدا غادي نوضعها في واحد الإناء و غادي نغطيها ببلاستيك الغدائي و غادي نخليها مدد ثلاثين دقيقة حتى تخمر لنا جيدا على حسب الجو اللي عندكم الى كان ساخن بحالية ضغية غادي تخمر لكم كالجو بارد فحاولوا انكم تضعوها في مكان دافئ باش هكا تخمر لكم ضغية فهذا احيان هذي غادي نمشي نوجد القالب اللي غاستعمل بينما خمرت لنا العجينة غاستعمل هذا القالب هذا اللي كيكون على هاتي الشكل هذا ديال طوست او الكيك شو انتو معاش كتديره غادي نحاول ان نقطع ورق الزبدة في هاتي الشكل هذا دهنتو بالقليل من الزبدة و غادي نلصق فيه الورق على هاتي الشكل باش هكا ما يلصقش لها البريوش ديالنا هنا غادي ناخد صفار بيضاء و غادي نوضع معاه القليل من الحليب و غادي نخليه على جانب حتى هو لاناني غادي نحتاجه في الاخير و بالنسبة للحشو ديال البريوش هذا غادي نستعمل جوج ملاعق كبيرة من مربع الميش ميش و غادي نوضعه على جانب و دائما طريقة ديال الحشو كتبقى على حسب المتوفر عندكم هنا بعدما العجينة ديالنا اختمرت كنرش في السطح العامل بالقليل من الدقيق الابيض و كنحاول اناني نطلق العجينة بهذا الشكل هذا كناخد ضروري لمدلك و كنحاول اناني نشكلها على شكل مربع لاناني غادي نحتاج الجوج ديال القطع فكنستعمل هاد طريقة هذي لابنت لكم انه العجينة كتلصق احاولوا راسكم بالدقيق فبالنسبة لهاد العجينة هذي رائب زيالة لا تستعملوا لا تستعملوا لانها قبل ما نعجنوها فدرنا الزودة لذلك تكون عجينة لينة كيفما تشوفوا بعد ما شكلت العجينة على شكل المربع فكنناخد اما سيكين اما القطعة البيتزا و نقطعها على هاد الشكل هذا وكنناخد المربع اللي سنستعملوه في الحشو و نقسموه عليهم بجوج بالنسبة للحشو لكم استعملوا شوكولاتة الدهن او لا تستعملوا اللي بغيتوا اللي متوفر عندكم فكننحاول ان ينزع هذا المربع على القطع بجوج ومن بعد نحاول ان ينضع قطع الشوكولات هما يجوزين في الوسط البريوشة و يعجبوه لذا تصار الى ما متوفرش مكليكم تستغنوه كيفما قلت لكم الحشورة يبقى على حسب المتوفر عندكم المكسرات هما يجوزين في هذا النوع عدم البريوشة و كنحاول ان ينلوي العجينة بهذه الطريقة كيفما تشوفوه ومن بعد ناخد هذه القنيتات و نصدهم جيد باش يدخلنا الفرن و نحاول ان يخل هذه الحشورة نفس الطريقة نستعملها القطعة الثانية كيفما تشوفوه طريقة جيدة سهلة و نظن انها مضحة بذيان في الفيديو هنا ما قادرتهم بجوجه ف نتنهيهم على هذا الشكل كيفما تشوفوه هذا الشكل يجيزين بزيان في البريوش كناخد عجينة و نوضعها في القلب كيك على هذا الشكل نحاول ان هذه القنيتات نضيف الوجه من تحت كيك نغطيهم بلاستيك غذائي و نجعلهم مدة تقريبا 21 دقيقة كيفما تشوفوه حتى تختامر لنا جيدا على هذا الشكل خامرة و الحجم يضعف ناخد صفار البيض اللي وضعت معها شوية ديال الحالي كان دهن به الواجهة ديال البريوش ندخلها الفورن يكون ساخن جيدا ضرورة انه يكون سخون بزاف باش هكذا يطلع البريوش وتعاون هذه السخونية انه يتنفخ بزاف وبالنسبة لطريقة الطهي دياله فتماما كيفما كان طيبه كي ياخد معنا تقريبا ساعة الى روبع لان النار كتكون مهيلة جيدا هنا بعد ما خرجته من الفورن كيفما كانت شوفوه هذا هو الشكل دياله كي يجي رائع و ياخد اللون الدهبي كي يجي رائع جدا في المنظر دياله هنا غادي نحاول انه ننزله من القلب بضغية ضغية صافيك نحيد لي هدك ورقة هي كيفما كانت شوفوه ومن بعد غادي نحاول انه ننزله بالطريقة اللي كاتعجبكم اه هنا يديرو شوية ديال المربة ديال الشماش اللي استعملت انا هو باش غادي ندهن الواجهة الى متوفر عندكم العسل كذلك يمكن لكم الدهنو به او لا الناباج تهوة تماما يمكن لكم الدهنو به تهو كي يجي ازوين وكيعطيه للمعة البريوش فبالنسبة لطريقة ديالت دائما كتبقى على حساب المتوفر في كل بيت صافيك في مكشتو انا كنت استعمر كندهنو جيدا لانه اللي كندهنو مزيان بهاد المربة هذا فكي يجي شارب هادك الحلاوه وكيعجب الوليدة الصغر انا كناخد شوية ديالجوز الهيند اللي حمرته هو باش غادي نزين كليكم استعملوا شوية ديالكوكو مهرس او لا الوز وكي يجي زوين فتزين هنا حاولت اني نقطع لكم قطعة باش تشوفوا شحال كي يجي خفيف بزاف كي يجي اكتر من رائح كنتمنى ان الوصفة ديالي متنسوش انكم تجربوا الوصفة وما تنسوش كذلك انكم تدعموني برايكاتكم وما تنسوش تشاركو في القناة وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات سلام واتقوا ان شاء الله مع وصفة قديمة وفيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة